درسنا اليوم هو خمسين وظيفة ومئات الجمل والتعريفات مع النطق واللفز الدقيق اليوم لما بنكرر نعمل شيء بنعمله بحب وبنبذل فيه مجهود صادق من أجلكم وأرجو أن يفيدكم الدرس ده زي أي درس من درسنا بيتعامل مع أغلب المستويات ولو مبتدئ ركز في الوظيفة ومعناها في العربي وأعمل جمل بسيطة عليها زي اللي أدالك في الأول ولو متوسط أو متقدم هتلاقي تعريفات وفروق قوية هتفيدك ونطق من واقع حياة فعلية ولاس من أوراق فقط شغلنا أمريكين وأحياناً هوضح لكم الفرق بين البرش والأمريكين في النطق في البداية أعطيكم أهم الأمثلة والجمل اللي الوظائف بتذكر فيها حوالي عشر أمثلة أو أكتر وبعدين هدخل على الوظائف ونطقها ومعانيها وده بارت وان في الجابز في بارت تو وفي بارت ثري ونبقى خلصنا معظم الوظائف الموجودة في اللغة الإنجليزية أوكي طبعاً زي ما بنبدأ كل مرة ببدأ بسيينج مقولة تشجعنا المقولة بتاعتنا النهاردة المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم المستقبل يعتمد على ما تفعله اليوم حسناً لذلك هنبدو الكسارة جهدنا حسناً أول الوظائف زي إيه الوظائف زي يا صديقي غالغاً ماهنمك لك؟ ماهنمك لك؟ ماهنمك لك؟ عليك لعلم لاくقول لكن ما أفعلك لك؟ عليك جهد technological جهدنا عليك لعلم أف reasonably 3- What do you want to be? ماذا تريد ان تكون? what do you want to be? what do you want to become? ماذا تريد ان تصبح? I want to be a doctor I want to become a doctor I want to be a teacher I want to become a teacher I want to become an engineer you know طبعا teacher حطنا A عشان بدأ بconsonant لكن engineer بدأ بE عشان كده حطنا ان ساكن حطنا اا والوظائف تعتبر اسماء فلذلك قبل الاسم المفرد بنحط اا وان اا لو بدأ بساكن ان لو بدأ بمتحرك الاسم المفرد بعدين الوظيفة يعني ممكن تسئل على اي وظيفة هل انت دكتور 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 نعم نقول 5 يعني ماذا تفعل الوظيفة what does a doctor do ماذا يفعل الدكتور a doctor helps sick people الدكتور يساعد المرد what does a teacher do a teacher teaches students المدرس بيعلم الطلاب what does a mechanic do a mechanic fixes cars الميكانيكي يصلح السيارات exactly number six where does where does the job تعمل aين تعمل الوظيفة يعني الدكتور المهندس where does a doctor work aين يعمل الدكتور a doctor works in a hospital الدكتور بيعمل في مستشفى where does a teacher work a teacher works in a school for example على سبيل المثال number seven do you like your job هل تحب وظيفتك do you like your job yes i do do you like your job والسؤال اللي بعده number eight بيبقى في المؤابلة الانربيو و job interview و وظيفة و مؤابلة العمل و أماكن كتير tell me أخبرني about your work experience أخبرني عن خبرة العمل الخاصة بيك i work as وقول الوظيفة اشتغلتك في المكان الفلاني لمدة قد إيه for هنا في المكان في for هنا لمدة يبقى الوظيفة والمكان لمدة كذا مثال i work as i work as اشتغلتك teacher for tutor tcl for languages for five years اشتغلت كمدرس الوظيفة for في tutor tcl place أو school tutor tcl لمدة خمس سنوات وممكن أقولها بشكل تاني i have worked أنا عملت ودي أنا عملت برضو السلزمن هنا past simple لكن هنا present perfect وده سؤال مواظق بيجيني كتير جدا الفرق بين i worked i have worked i waited i have waited i you know هو حاجة بدأت في الماضي وانتهت يعني الخمس سنوات دول بدأوا وانتهوا في الماضي يعني من 2010 إلى 2015 مثلا 2012 ل2017 خمس سنين وانتهوا ومش دلوقتي مش حاليين لحد دلوقتي لكن i have worked الخمس سنين بدأوا من خمس سنوات ومازالوا مستمرين لحد دلوقتي يبقى أول استخدام من أهم استخدامات present perfect أنه بعبر عن حدث بدأ في الماضي ومازال مستمر I have worked as a teacher قد عملت كمدرس for tutor for five years في مدرسة tutor لمدة خمس سنوات يبقى اشتغلت ومازالت أعمل بدأت من خمس سنين ولحد دلوقتي لسه بأشتغل I have worked قد عملت نعم ومازالت أعمل يبقى ده واحد من الحروق بين past simple where present perfect easy right now number nine are you hiring سؤال شائع جدا common في امريكا دايما نزمة تروح تدور على تسأل على شغل يقول لك are you hiring يسألوا الشغال الكشير أو أي حد في بيشتغل في المكان هل 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 yes we are ممكن يقول yes we are or no we aren't أو لا ما عندنا تروح نزمة 10 لما تكي تحبر عن شغالتك أو وظفتك تقول يعمى تستغلم I am a work as يعني I am a teacher أنا مدرس يعمى I work as a teacher يعمى I'm a doctor يعمى I work as a doctor يعمى I'm an engineer يعمى I work as an engineer الوظائف بقى الفعلية والامثلة والتعريفات بتاعتها اكتب الحاجات الجديدة عليك وحاولت تستفيد على قد ما تقتر واعتبر المرجع ده البارت 1 في الوظائف الوظائف اللي ما تجيش وظفته ما يزعلش لانه هنجبهله في البارت 2 مدرس ألن مدرس هو بيعمل كمدرس هل أنت مدرس؟ معلم خاص بيعلم طفل أو مجموعة صغيرة نسميه سريع بطيء سريع سريع على أساس أننا كنا بدئين ندرب مجموعة صغيرة مجموعة صغيرة مجموعة مجموعة صغيرة أو مجموعة صغيرة أدام دكتور 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 انا أريد أن أكون دكتور too late I want to be a doctor but I'm happy as a teacher ولكن أنا سعيدكم thank God a surgeon a surgeon طبيب بس بعمل surgeries a surgeon a doctor who is specially trained to perform medical operations الدكتور الذي خصيصا نتضرب ليؤدي عمليات جراحية طبية a surgeon طبعا نفس استخدام نستخدم كل الوظائف دي في العشر النماذج اللي احنا قلناه في الأول عشر أمثلة وأسئلة نطبقهم على ده he is a surgeon he works as a surgeon هو طب جراح طبيب جراح هو بيعمل كطبيب جراح a dentist وفي النطق السريع a dentist طبيب أسنان a dentist a person whose job is treating people's teeth الشخص الذي وظيفته اللي وظيفته معالجة أسنان الناس a dentist a dentist a dentist a physician physician we use this word in America بنستخدم الكلمة دي في امريكا you know a medical doctor دكتور طبي especially one who has general skill اللي عنده خصوصا الشخص الدكتور اللي عنده مهارات عامة and not a surgeon وليس اجراح a physician طبيب عام a psychiatrist psychiatrist ما اسملكو الكلمة مقاطعة تسهل عليكو حفظ ال spelling مش بنان عالفوناريكس بنان عادة تسهل لكم ال spelling انو تكتبوها psychiatrist psychiatrist طبيب نفسي a doctor who is trained in psychiatry دكتور اللي متمرن في علم النفس في طب النفس طبيب نفسي طب النفس مش psychology علم النفس لا psychiatry طب النفس okay cardiologist cardiologist طبيب القلب a doctor who specializes دكتور المتخصص in treating diseases of the heart دكتور المتخصص في معالجة امراض القلب مكدي يقوب is a cardiologist cardiologist yes yes a pharmacist سيدة لوني a person who is trained to prepare and give out medicines in hospital or shop الشخص الشخص منضرب انه يجهز ويعطي الادوية في مستشفى ومحل a nurse a nurse Sarah's a nurse ممرض she helps doctors هيبتوساعد الدكتور yes yes an engineer an engineer مهندس my dad is an engineer they are engineers والدي مهندس هم مهندسين they are engineers yes yes an architect architect مهندس معماري an architect designs new buildings المهندس المعماري يصمم مباني جديدة a worker عامل a worker Mike is a good worker Mike عامل جيد he does hard work هو يؤدي عمل شاق a cook a chef a cook طباخ وشاف طباخ بس محترف شوية skilled موهوب سو مهارة trained متضرب يبقى trained cook يبقى chef اللي creates dishes بيبتكر أطباق جديدة Mark is a cook Mark طباخ he cooks delicious dishes هو بيطبخ أطباق لزيزة delicious delicious D-E-L-I-C-I-O-U-S delicious yeah a chef Jim is a chef Jim is a chef chef he creates new dishes هو بيخلق أطباق جديدة a waiter غرصون نادل نادل الغرصون waitress chill E-R R-E-S-S R-E-S-S a waiter a waiter serves customers الغرصون بيخدم الزباق a waiter fast speaking wearer and British English waiter waiter yeah a farmer مزيرع Hans is a farmer Hans مزيرع he grows crops هو بيزرع محاصيل British a farmer L-R in the end is light in British English اكتباق خفيفة في البرتاني in English a barber also a barber American Jack is a barber he cuts hair هو بيقص الشعر he cuts hair a mechanic ميكانيكي a mechanic fixes cars الميكانيكي يصلح السيارات a driver D-R driver a driver سائق Tom is a good driver Tom سائق جيد Tom is a good driver a tailor خياط tailors sew clothes الخياطون يخيطون الملابس tailors sew clothes clothes American we say clothes British we say clothes 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 yeah an accountant محاسب an accountant Kate is an accountant Kate محاسبة Kate is an accountant Kate is an accountant Kate is an accountant yeah a policeman شرتي Scott is a policeman كلمة عامل أي ردبة a police officer ضابط police لازم تكون ردبة عالية شوي yeah are you a police officer are you a police officer are you a police officer a pilot tayار a pilot flies a plane a tayار is who tayار a retired tayار a flight attendant modifa a flight attendant Maya is a flight attendant Maya modifa modifa tayar a salesperson بائع أو بائع Jack is a salesperson Jack بائع Jack is a salesperson a sales representative نه مندوب مبيعات a sales representative and in fast speaking وفي الكلام السريع we say representative representative a sales representative ولا اختصار a sales rep someone who travels to different places trying to persuade people to buy their company's products or services someone who travels to different places شخص ما يسافر إلى أماكن مختلفة محاولا يقطاع الناس أن يشتروا منتجات الشركة أو خدمات الشركة منتجات أو خدمات الشركة yes a housewife a housewife ربط منزل it's a good job my mom is a housewife والدتي ربط منزل a housewife a judge a judge selena's a lawyer selena's a lawyer selena's a lawyer are you a lawyer i need a lawyer for example على سبيل المسال a presenter مقدم برامك a person who introduces the items in a particular program الشخص الذي يقدم الأشياء في برنامج معين yes an announcer موزية someone who introduces programs or reads the news on the television or radio الشخص شخص ما الذي يقدم البرامك أو يقرأ الأكبار في التلفزيون or radio an announcer he is an announcer I work as an announcer an announcer yeah for example an anchorman anchorman a man who is the main news reader الشخص الواقار الأكبار on a television or radio news program في برنامج التلفزيون برنامج أكبار في التلفزيون or radio or radio an anchorwoman قراءة بردو قراءة الأكبار yes وفي كل معامة ممكن تشمل الاتنين and anchor anchor yes a newscaster بردو نفس الوضح who reads out the reports or a television you know someone who reads out the reports الشخص اللي بيقرأ التقارير on a television or radio news program تبرنامج الأكبار في التلفزيون or radio newscaster British newscaster American newscaster yes a reporter مراسل a reporter and when we speak fast a reporter yeah a reporter a person a person whose job الشخص الذي وظيفته انه يكتشف discover information معلومات about news events أحداث العبار and describe them ويصفهم for a newspaper لجريدة or magazine أو مجلة or for radio or television أو لراديو أو تلفزيون reporter reporter yes reporter yes correspondent برضو مراسل بس داع غالبا بيبقى من دولة بعيدة أو من دولة أجنبية من دولة الدولة a person employed by a newspaper a television station to report on a particular subject or send reports from a foreign country الشخص المتوظف بواسطة جريدة أو محط التلفزيون إلى آخره etc to report on a particular subject عشان يبلغ عن أو يقرر أخبار عن موضوع معين أو يبعد تقارير من دولة أجنبية a correspondent he is a correspondent or he works as a correspondent yes a trainer مدرب a person who teaches skills الشخص اللي بيعلم مهارات to people للناس or animals أو حيوانات and prepares them ويجهزهم for a job لوظيفة activity نشاط or sport or رياضة a model a model أريد أزياء fast a model a model she's a model هي عرض أزياء a person who wears clothes الشخص اللي بيرتدي ملابس لكي so that they can be photographed عشان يتم تصويرها or shown أو تعرض to possible buyers للمشتريين المحتملين or a person who is employed to be photographed أو الشخص اللي متوظف عشان يتم تصويره أو painted أو رسمه she's a model yeah a model a journalist صحفي a journalist a person who writes news stories or articles for a newspaper or magazine الشخص الذي يكتب أخبار الكصص الأخبار أو المقالات لجريدة أو مجلدة a photographer مصور a photographer not photographer okay a photographer a photographer 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 photography فن التصوير photography photographer a person who takes photographs photographs صور but photos photos photographs yeah either as a job or a hobby or hobby الشخص اللي بيالتقد سور إما كوزيفة أو كهوة a photographer he's a photographer he works as a photographer I need a photographer yes a cashier the person who gets the money yeah a person whose job is to receive and pay out money in a shop bank restaurant etc الشخص اللي وظيفته يتلقى ويدفع الفلوس في محل bank مطعم إلى آخر a cashier not cashier okay because in Egypt I heard it cashier no it's cashier okay now an artist في نين artist an artist 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 okay and in fastest speaking artist she's an artist yeah in fastest speaking artist yeah artist artist someone who makes art yes a singer a person who sings الشخص اللي بيغني هنا someone who makes art الشخص اللي بيصنع الفن a singer مغني a person who sings الشخص اللي بيغني are you a good singer هل أنت مغني جيد are you a good singer yes a dancer someone who dances شخص ما الذي يرقص either as a job إما كوظيفة or for pleasure أو من أجل المرح والسرور yeah a dancer British a dancer the a will be a the dancer he's a dancer he's a good dancer American he's a good dancer yes dancer yes a secretary a secretary secretary someone who works in an office شخص ما الذي يعمل في مكتب someone who works in an office writing letters بيكتب خطبات making phone calls يصنع مكلمات تلفونية and arranging meetings ويرتب المؤابلات for a person لشخص or for an organization أو لمنظمة أو لحيك secretary a secretary I need a secretary أنا محتاج secretary في البريتش انجلش we say secretary secretary American secretary secretary American secretary British secretary 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 American secretary yes a technician a technician 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 a worker trained عمل مدرب with special skills بمهارات خاصة especially خصوصا in science في العلوم or engineering أو الهندسة a worker trained with special skills especially in science or engineering a laboratory technician فني معمل for example AC technician technician فني تكيف AC AC air conditioning a blacksmith حدد a person person who makes and repairs iron objects الشخص الذي يصنع ويصلح أشياء من الحديد a blacksmith a blacksmith and that's it 50 jobs 50 وظيفة okay use them like I said استخدمهم بالطريقة اللي أنا أرتاح في الأول في العشر كمل ويستخدمهم في 5 sentences ورقمهم ورقمهم 1, 2, 3, 4, 5 and send them to me وابعتهم لي send them to me in a comment في تعليل and I will correct them وها صلاحهم وابعتهم لكتيني I hope you liked my lesson please take care of yourself and see you soon bye bye